ومدام بتكلم على الجماهير حلمس بس قبل ما روحي للعبين هو فين عودة الجماهير يا سيادة الوزير انا ما بنساش ولما بنحط موضوع في دماغنا والنبي لو حصل ايه يعني ما بننسهوش حنكمل يعني حنكمل حضرتك وعدت بعد تاني يوم الفيديو موجود معانا تصريح عودة الجماهير واستغلال الوصول لكاس العالم والجماهير هتبقى موجود فين الدورة بتلعب من درجات خاوية من درجات فاضية مش حضرتك وعدت يا سيادة الوزير والوعد ده ده اعتقد المرة الاربعين او حاج تصريحات كلها جبناه وعدناه فين الجماهية فين الاهلي يطلب اللي هو عايزه بقى وخمسين الف واحنا اتكلمنا لستادي تميلي الاهلي بيلعب باسم مصر ولو حصل مشكلة حاسبونا احدا اسجنونا واقولوا انت واحد بتتكلم في امور مش بسيط احنا متحملين مسئولية بس فين الوعود هو ده اللي انا بقوله الكلام في الكواليس حاجة وفي قدام التلفزيون حاجة تانية وده الحمد لله رب العالمين اللي احنا مش بنعمله عودة الجماهير مطلب جماهيري الكرة للجماهير الكرة مش لأي حاجة تانية الكرة للجماهير الكرة للجماهير حضراتكم اللي وعدته وحضراتكم اللي قلته وما تنفس حاجة ما تنفس حاجة ودايما انا بقول لازم نتحرك في الساعات الاخيرة دي ثقافة لازم المسئول يغيرها لازم المسئول يغيرها لازم المسئول يعمل اجتماعات لازم المسئول يكلم الشباب لازم المسئول يتحاور مع الناس لازم المسئول ما يتدخلش في انتخابات او غيره لازم المسئول يبقى الحياة مع الجميع لازم المسؤول يقول حاجة قدام الإعلام تتنفذ لازم المسؤول لما يقول عودة جماهير ترجع من بكرة وبالمناسبة لما يبقى فيه مسؤول بيوعد وبيقول كذا الجماهير ترجع يوم كذا خلاص أخدنا القرار ما هي الحياة أو سنة الحياة اللي ما فيش واحد بيوعدة كرسي مدى الحياة يعني فلما ييجي حد تاني بعد ربنا يوفقك وتقعد والوقت اللي حضرك عاوز وانا ما بتكلمش في كده ولكن انا بتكلم على فكرة واحدة هتلاقي التاريخ بيكتب فعهد خالد عبد العزيز رجع الجماهير بعدد كامل كانت الخطوة الاولى كانت محترمة وبعد كده زودوا العدد زي ما حضرك قلت لكن ما فيش خالص صعب قوي الناس هربت للدورات الاوروبية ما بيش عارفين اتحدى لو جبت على الاقل انجومنا وقلت له عد عشان لعيبة في كل فريق هيقول لك اتنين تلاتة في كل فريق ومش هيعرف بقية الفريق لان الجماهير مش موجودة الجماهير مش موجودة وللاسف نروح لما نيجي ناخد قرار عشان الجماهير ترجع نروح نقعد نعمل اعداد مع انديت الشركات اللي هي ما عنداش جمهور ده حاجة انا معرفش اضحك عن الناس اعرف ولهم في الحقيقة لما تجيب لي ست سبع شركات تقعد معهم رؤساء قندية وصدر باعة قندية شعبية معا على مائدة الحوار مين اللي كلامه حيمشي ما هم الاغلبية وبقى ما فيش ارادة عودة الجماهير دايما بقول لازم عشان اخد قرار عمان بنجي ناقش قضية على عودة الجماهير معايا الخيوط كلها ما اجي تكلم عارف بكلم مين وبقول ايه وتقال ايه هم ذاكر عندي ارادة اتكلم في موضوع لو انا خايف او انا ما عنديش حاجة اقولها فألمس وابعد ما تكلمش فهنا اللي عايز ياخد قرار لازم داخليا وهو بيفكر يبقى عنده الارادة لعودة الجماهير مش اقول كلامه ومش هيتحقق طبعا طبعا ما حدش هيشوف ولا حد هيسمع غير المصالح غير المصالح ويعتمدوا على اللي الناس بتنسى لكن احنا ما بننساش لان مهنة الاعلام دي شرف وضمير شرف وضمير ورسالة وبنخاف ربنا فاحنا بنتكلم اللي احنا سمعناه ومعانا كل حاجة متابعين ومنظمين شويتين فمن هنا فين عودة الجماهير اللي اتقالت بعد وصولنا كاس العالم مفيش مفيش الاهلي مش عارف ايه وخش ولأ وباطل وا 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 وعملنا الكلام ده كله وفي الآخر انتو اللي بتقولوا بالسان كل الاهلي عنده حق كان عنده حق لما يحصل تضارب مصالح الاهلي عنده حق رغم اللي فيه ناس مننا ومن لحمنا ومن دمنا ولولنا ويعرفوا تاريخنا واخلاقياتنا اتهمونا في كل حاجة وابلنا وفي الآخر وعرضتلكم كم حلقة بالورق وبالكلام ومش احنا اللي بنقول قلتلكم احنا رد الفعل لا يعمل حاجة عن رد اشتركوا في القناة